الذهب الأبيض من أهم محاصيل الجزيرة السورية في رأس العين بريف الحسكة تضرر القطن كسائر المحاصيل الزراعية في المنطقة ارتفاع تكاليف المواد الأولية كالمحروقات والسماد الذي وصل سعر الطن الواحد منه إلى ربع مليون ليرة سورية تعد من أهم الأسباب لتراجع زراعة القطن نحن كفلاحين نطالب الإدارة الذاتية بدعم المازوط سعر مدعوم ونطالبهم بالسماد لازم سعر مدعوم بغروض للفلاحين بشيء يعني تأكل الخبز يعني أننا لدينا بجري هذي شيء ثلاثين بير بدهم يدورون واحد يستعجر وقفهم وقفهم ما عد يقدر يشتغل ما بي عنده شيء مين عنده يشتغل المازوط غالي السماد غالي كل شيء غالي بذار غالي والموسم ضعيف الانتاج وضعيف السعر الإدارة الذاتية تابعة لقسد ورغم كل الصعوبات التي يواجهها المزارعون حددت سعر شراء الكيلو هذا العام بثلاثمائة وثلاثين ليرة سورية أي أقل بثلاثين ليرة من السعر الذي حدده النظام الأسعار المتدنية قبلت بعدم الرضا من المزارعين لا سيما مع موجة الأمراض التي واجهها المحصول وساهمت في ضعف الإنتاج وزيادة التكاليف عليهم بشراء الأدوية أضف إلى ذلك ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عشرات المزارعين أجبروا على البحث عن مهن ومصالح أخرى بعد تراجع زراعة القطن في المواسم الأخيرة وضعف مردودها المادي من الساعة خمسة للساعة سبعة يا الله رد نسوي القموة ثلاثة ننام نقعد الصبح نجي على اللقاط وأول بول ما إحنا شايفين شي مصارب عشرين نو بيقولون بصمان طعش نو مين موفي معانا جرتزيت ما نجيبها الحانة شير يريد نسوي وين نروح؟ أريد نشتغل هات كم نهار لن نروح على هن القطن السوري المصنف من أجود الأقطان في العالم كان يحتل المرتبة التاسعة في كمية الإنتاج بأكثر من مليون طن ليدخل في المسوجات المحلية والأوروبية قبل أن تلقي الحرب بظلالها على المنطقة